طيب هنروح لحدث مهم جداً تعالفينه مصر بتنظم سلسلة من البطولات العالمية بتستضيفها بتحتضنها أرض طيبة مصر عندنا حدث بكرة انطلاق بطولة العالم لشباب وشبات الخماس الحديث بالإسكندرية وده حدث كبير جداً بكرة بإذن الله هيكون افتتاح بطولة العالم لشباب الخماس الحديث تحت 17-19 سنة واللي بتستضيفها الأكديمية البحرية بالإسكندرية في الفترة من 13 والحد 20 سبتمبر اللي احنا فيها بكرة هيكون منافسات تتابع الفرع للشباب تحت 19 سنة وكمان هيتلاقي منافسات قبل انهاء الشباب تحت 17 سنة قامت منتخبنا الوطني طبعاً مين تحت 19 سنة معتز واقل عزة مازن طارق سيف البنداري عمر سامح محمد وليد أميرة عنديل ملك خالد زينة عامر زينة راشد نجوة خالد هنية أبو بكر لو رحنا لمنتخب الشباب تحت 17 فبيضم محمد شريف ياسين الهادي أسامة متحة مروان علام أسر ياسين دي يا جماعة أسر علي ياسين أحمد ملك خالد حبيب هيسم جنة أحمد جنة وليد جنة محمد الدروي صارة عمر رتاج علاء الدين هبة طلع عمر يسري طبعاً كل توفيق لهم ونفكركم مصر صاحبة برونزية أولمبياد توكيو اللي فاتت في الخماسي إذن الخماسي لعبة فضية أنا آسف طبعاً أنا آسف فضية والفضية دي هي اللي خليتنا أن ننط في ترتيب الجدوة الجامع جداً لو ما كانتش الفضية دي جات كنا ترتبنا هيبقى في الخمسينات للأسف ولكن دي خليتنا ننط بشكل كبير جداً ويتموصلنا للمرحلة أو لترتيب جيد نوعاً ما في أولمبياد توكيو اللي فاتت ترتبنا على مرحلة